عزيزي صديقي زميلي أخويا الموظف العام ده أولا يعني من الآخر لما يطلح حد ويقولك أصله بياخد حشيش كل يوم والحد دلوقتي ما أدمنوش خلال العشرين سنة اللي فاتوا أعرف أنه عبيت كل يوم ما هو ده الإدمان وما لده الإيه معقول ده واحد اتنين زي ما قال الدكتور عمر الحشيش في حد ذاته هو ممتلئ حتى لو كان حشيش طبيعي يعني مليان بمواد كارثية واللي بيتم الترويج ليه واللي بيوصل لسيادتك مليان بمواد أكثر كارثية حضرتك اللي هتخسر صحتك وحضرتك اللي هتخسر عيلتك وهتخسر عيالك وهتخسر احترام الناس ليك انت عارف يعني إيه تخسر احترام ولادك تخسر احترام زوجتك تكسر قلب أمك وأبوك وإخواتك ده بحد ذاته مصيبة ده على المستوى الوجداني والعاطفي والأسري والاجتماعي والأدبي على المستوى الصحي سيادتك قاعد عمال بتدمر جسمك سنة سنة تخيل كده واحد جاي جاي بمشرة ولا سكينة وقاعد عمال بيقطع في جسمه بيقطع في لحمه انت بتعمل كده ده من الآخر انت بتعمل كده بعد شوية بتلاقي كل الوظيف الحيوية بتاعت جسمك بتبدأ تنهار تلوى واحدة تلوى الأخرى لحد ما بعد كده كله قمسك فجأة روحت واقع من طولك وانت مش عارف ليه يا خبر ابيض ده انا كنت زي البومب ايه اللي حصل الكلة حصل فيها ايه الكابت حصل فيه ايه القلب حصل فيه ايه البنكرياس حصل فيه ايه الطحال حصل فيه ايه وهكذا طبعا ده نهينا عن وضعك الذهني الذي يتردى ساعة بساعة يعني ان لم تكن حتى الوحدة الزمنية أقل مش هقولك يوم بيوم انت كل مرة بتتعاطى فيها بتدمر جزء من مخك انت عايز كده طيب على صعيد اخر مادي انت بتصرف فلوسك على الكلام الفارغ يعني فيه امور كتير تجلب لك السعادة هي ان يا راجل اكلة حلوة في بيتكو بالدنيا خروجة حلوة مع اسرتك وعيلتك واصحابك المحترمين بالدنيا بدل ما تروح تضيعها في الكلام الفاضي وفي الاخر خالص مضرور يعني بتضيعها في كلام فاضي ومضرور في النهاية خالص بقى هو الشق القانوني مستقبل سيادتك الوظيفة هيضيعها يعني لو انت مش قادر تاخدها من منطق الوعي بصلحك بمصلحتك بحياتك بعيلتك الاخ الاخ طيب خلاص هتترفد المنطقة البساطة هتصيع ومين هيشغلك ودي حاجة مهمة جاء مين هيشغلك يعني مين اللي هيشغل موظف اترفد من شغله عشان متعاطي مخدرات حدش هيشغلك خالص ولا في اي وظيفة حد هيأتمنك انت حر